متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جاي لكم بخبر جديد وخبر جميل في نفس الوقت انتوا عارفين ان انا قد ايه بحب برنامج كانفا او تطبيق كانفا وبستخدمه بشكل دائم وفيه مميزات كبيرة بصراحة خصوصاً لغير المصممين يقدروا يعملوا من عليه تصميمات جميلة وفيه كمان فيتشرز ومميزات رائعة عندكم اصرار برنامج كانفا لو كنت بتشوفنا الاول مرة تقدر ترجع لهذه السلسلة هتلاقي فيها كل جديد بينزل في كانفا بينزل في هذه السلسلة النهاردة هتكلم عن كانفا اي اي اخيراً كانفا اي اي ظهر عندي على الاكاونت ياريت تشاركوني لو ظهر عندكم كانفا اي اي ولا لأ بس هو ظهر عندي وحبيت ان انا اشارك هذه الميزة معاكم النهاردة اول ما هنخش على الموقع الرسمي كانفا.com هنلاقي اتغير الواجهة الى حد كبير يور ديزاينز تيمبلتز كانفا اي اي احنا النهاردة هنروح على كانفا اي اي ندوس عليها وحنلاقي كده ان كانفا اصبح حبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي بيسألني انت عايزة ايه اصمملك ايه اعملك صورة شكلها عامل ازاي ممكن انا اعملك draft a document ممكن لتويتر ممكن للسوشيال ميديا ممكن اعملك summarization كمان ممكن انا اعملك كود حاجات كتيرة جدا ممكن يعملها كانفا اي 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 حنبتدي دلوقتي حالا ان شاء الله نتكلم عن جزء جزء فيها خليكم معنا ما تروحوش في اي حتة حنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية علشان نبص على كانفا اي اي والمميزات الموجودة فيه اول حاجة حنبتدي نستخدم فيها كانفا اي اي هي design for me وما تنساش ان فيه امكانية ان انت chat using voice هي ممكن تستخدم الفصوط بتاعك لو مش عايز تكتب علشان تشات مع كانفا اي اي هنا ايضا ممكن ان انت تقاد ميديا ليه الحاجات اللي انت انت اكتها داخل كانفا فيه كمان عندك ال designs لو انت عايز ت upload design ممكن تختار من design انا هنا مش اختار اي حاجة احنا نجرب مع بعض design for me ونشوف ايه اللي ممكن هو ينشئه اولا ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا ممكن ينشئلك مثلا design social media او presentation او marketing او cards invitations دعوة او كارت او لوجو لو انا اخترت social media ممكن كمان اختار الفورمات يا ترى انا عايز ايعملي design لايه لpost على الفيسبوك الفيسبوك cover ولا instagram post ولا instagram story ولا pinterest bin ولا twitter post ولا youtube banner ولا youtube thumbnail مثلا هنا مثلا هختار youtube thumbnail هنا هبتدي اقوله انا عايزاي يصمملي ايه وتحت هنا بيديك شوية افكار لو انت عايز ان هو يصمملك حاجة معينة فممكن ان انت تختار تكون inspiration او تختار من الحاجات الموجودة تحت انا ممكن هنا اقوله اه طبعا هو لسه ما بيدعمش اللغة العربية هو بيدعم فقط اللغة الانجليزية لانه لما جربت ان انا اكتب اللغة العربية ويرد علي قال لي ما اقدرش ان انا اجاوبك باللغة العربية لان انا لسه بصبرت فقط اللغة الانجليزية ولكن في مرحلة التعلم فتوقع ان شاء الله انه قريب حي يدعم اللغة العربية هنا ممكن اقوله ندوس على Submit مش هنع هم الأبعاد خلاص هو عارف أنه هو بيصمم ليوتيوب سابنال وأكيد حيراعي الجزء ده حيبتدي يديني أفكار يعني حيبتدي يديني أفكار فيه حاجات غريبة وفيه حاجات ممكن تمشي فمثلاً سي حاجة زي كده ممكن حاجة زي كده Watch now ممكن أكتب حاجة تانية هنا ممكن أعمل edit يعني دي حاجة برضو من الحاجات الحلوة جداً ممكن هنا أكتب The Most Powerful Full AI مثلاً وابتدي أدوس على علامة الصح فيبتدي هنا يعود كتابة أو صياغة الكلام ده ممكن أقف هنا برضو واطلب منه أنه هو يعود صياغها ممكن هنا أبتدي أقول له image يديك image ideas مثلاً حاجة زي كده مثلاً ممكن أبتدي أن أنا أختار حاجة زي كده ممكن أقف عليه مرة تانية أو أعمل upload من الموجودة عندي من الصور الموجودة عندي مثلاً حاجة زي كده هذا طبعاً مش huge خالص ممكن كمان أستخدم الموضوع ده في Canva Editor بقى وأروح أعمل edit برحتي مجرد أنه يديني الفكرة نفسها طبعاً نلاحظ أن الموضوع ده لسه في البداية حيتم عليه تطوير أكتر ممكن هنا في الفورمات السوشيال ميديا أختار instagram post مثلاً ممكن أقول a huge burger sandwich thickest reads the paste burger ever وابتدي أدوس enter معلش النهاردة هنتاول شوية مع بعض لكن إحنا هنجرب مع بعض الأدوات اللي موجودة في Canva AI فهتمنى تكونوا مش منزعجين من طول الفيديو هنا أعطاني شوية أفكار لذيذة مثلاً في هنا الفكرة دي حلوة في أفكار تانية أنا ده أكتر واحد عجبني وزي ما قلتلك أنت تقدر تروح تعمل edit عليه مش بقى هل بيدعم اللغة العربية ولا لا أتجرب مع بعض دعمه للغة العربية هنشوف كده هل حيدعم العربية ولا لا هو لسه بيعمل edit فهنا هو عمل edit تحت بيدعم العربية ممكن كمان يدعم لي العربية الموضوع مش صعب يعني ممكن تعمل أي edit أنت عايزه ممكن هنا أقول له make the background orange خليه red color حدوس enter هنا هو غير design كله بس أعطاني background لونه أحمر مثلا حاجة زي كده أنا شايفة هنا مثلا الأفضل من design اللي قبله ممكن كمان ترجع تانية تكتب هنا باللغة العربية مش بطال ممكن زي ما قلتلك أروح أعمل edit اللي أنا عايزاه في Canva Editor ده كمان حلو قوي حاجة زي كده كويسة جدا try it today the best burger ever burger بيرجر وهنا بقى تسمي ممكن أسمي مارو مثلا حيبتدي إنه هو يعملي التعديل اللي أنا عايزاه في التكست زي ما احنا شايفين حاجة بمنتهى الجمال بصراحة معجبة جدا جدا بالبداية خد بالك إحنا لسه في البداية لسه في تطوير حيتم عليه حنبتدي نروح بقى مرة تانية نشوف design for me ممكن يعملي presentation هنا بقى مش محتاج أقوله كده presentation حقوله دور the black hole history ممكن أقوله use animations and images images أبتدي أدوس enter هنا ابتدأ يديني شوي design suggestions أو اقتراحات خاصة بالpresentation حاختار أول واحد ده وكمان زي ما انتو شايفين اللي slides وجواها content يعني لو رحنا هنا مثلا نبصي نلاقي the history of black holes a journey through space and time in astrophysics وهنا ممكن انت تعمل زي ما قلتلك edit مين اللي عامل الpresentation تبتدي ان انت تكتب مثلا مثلا مروة سليمان وهدوس على علامة الصح بعد كده هبتدي هنا لو عايز اعدل اي حاجة هقدر اعدلها في كيه كمان امكانية التعديل زي ما احنا شايفين color ممكن كمان تغير palette بتاعة الالوان وبعد كده كمان ممكن اقوله use canva editor واروح لي ال canva editor ادي الpresentation بتاعتي اعدل بقى فيها براحتي كمان اقدر لانا اعمل present من هنا هرجع مرة تانية ل canva ai ونشوف اي تاني موجود فيها فيه كارت invitation marketing logo تقدر ان انت تعمل logo مثلا اقول له logo فهنا حدوس enter طبعا لو انت عندك تصور معين اكتبه هنا ai innovations ممكن تقول له اسم ال channel نفسها take for you يعني نتكلم عن القناة التانية علشان هنا حيفهم الانجليش هنا ممكن اقول له talks about ai واسمها كذا فيبتدي يديني الاسم هنا هو info take for you بصوء ال design use canva editor حيبتدي يديني على ال editor ممكن كمان اعمل upscale لل logo هنا بمقاسات اللوجو ممكن اقف اعمل edit وحسن جودة اللوجو بالimage upscaler وابتدي مثلا نسي اختار 8 وعمل upscale نشوف دلوقتي جودة كمان اللوجو بعد ما عمله upscale نشوف دلوقتي جودة كمان اللوجو بعد ما عمله upscale نشوف دلوقتي اللوجو بتاعي وresolution بتاعته عالية هرجع مرة تانية لcanva ai ونشوف اي تاني عندنا غير design for me بتدي بقى اعمل x عندي create an image ممكن يعملي image في افكار كتيرة من ضمنها مثلا صورة زي دية كنت انا عملتها وطبعا هو بيستخدم dream labs وهنا ممكن انت تختار ال style وعندك كمان ال aspect ratio وممكن يعني ترفع reference معين الموضوع create an image سهل مفوش اي مشكلة خالص هنروح على draft a document في draft a document انا عندي انواع مختلفة من الحاجات اللي ممكن يعملها ممكن يعمل لي post للسوشيال ميديا يعمل لي summary يعمل لي script يعمل لي outline يعمل لي article هنا ممكن article طبعا هو لسه مش بيدعم العربية مش هقول بقى write an article مفروض ان هو فاهم انها article the usage of ai in education and the challenges دوس enter هنا اعطاني design ده بصوا design article ai in education benefits and challenges introduction ai integration in education هنا الميزة ايه الميزة ان هو بيديهالك في شكل تصميم يعني بص هنا التصميم بتاعه رائع بصراحة هبتدي ان احنا نروح نجرب حاجة تانية ممكن نشوف ايه كمان ممكن يعملهولي ممكن يعملي قصة story ممكن script ممكن اقوله story واقوله مثلا when a man is lost in the desert في الصحرة use images and animations ما حطي ليش صور هنا ممكن اقوله add images to the story هشوف كده هيضيف images ولا لا شايفة برضو محطي ليش يعني هو هنا بس ايه lost in the desert هنا حطي لي بس image background فوق يعني هو كتب لي قصة فقط يعني فدي حاجة برضو مش وحشة use canva editor ممكن تستخدمه في canva editor عندك كمان code for me وcode for me هنا في امثلة كتير ممكن يعملها لك a 3D game exploring space فلو رحت كده دست تعال نشوف كده حينفزه ازاي حيبتدي يكتب code كأنك بالضغط تشغال داخل شجي بي تي جوه الكانفس بص الجمال بيكتب الكود قدامك انتهى من كتابة الكود عشان يديني in a design هنا تقدر تبابلش الويبسايد وتاخد اللينك وتشاركه مع الاخرين اعملتلك بريفيو علشان تشوف الموضوع ماشي ازاي وتتفرق بقى على الجمال وزي ما قلتلك تقدر تبابلش الويبسايد وتاخد url وتشاركه مع الاخرين كأنفا بتسكت بتسكت وبعد كده بتطلع لنا بتحديثات رائعة ده بالنسبة لي code for me حاجات بقى كتير ممكن هو بيديك هنا افكار ممكن تعملها هنا البيولوجي كوز ده من الحاجات الحلوة قوي interactive certificate grocery list builder هنا البيولوجي كوز زي تعمل كوز مثلا هنا تعالى نشوف كده الكوز هدوس enter هنا create an interactive biology كوز امتحان للميدل سكول ستودنس بتاست المعرفة بتاعتهم بي البيزي كونسيبت بالحاجات الاساسية المتعارف عليها في البيولوجي فهنا حيبتدي يكتب code الخاص بي الكوز ويتحول لكوز بالاخر interactive هنشوفه دلوقتي مع بعض تم إنشاء الكوز biology explorer كوز عندك لي الgrade من 6 ل7 والmedium من 7 ل8 والhard من 8 ل9 ناخد مثلا من 6 ل7 هنا الاسئلة بتبتدي ان انت تجاوب عليها هنا سال مثلا هنا يقالك correct grade job تخش على السؤال اللي بعده تبتدي ان انت تختار correct تخش على اللي بعده وهكذا ويحسب لك اللي score وبتبتدي تقول use in a design لو رحت كده use in a design بالمنظر ده كده حيبتدي انقل هالك على التصميم وايضا تقدر ان انت تتنقل مبين وممكن كمان تبقل شؤاز ويبسايد ده بالنسبة لي canva ai في طريقة انه يعني يكتب كود في حاجات كتير جدت داخل canva ان شاء الله انا اتناولها في فيديو قادم باذن الله تعالى ولكن canva ai كان من الحاجات المميزة جدا اللي ظهرت عندي وحبيت ان انا اشاركها معكم في فيديو النهاردة سامحوني الفيديو طويل شوية ولكن حبيت ان انا اتناول امكانيات canva ai زي ما بقولك في نهاية كل فيديو لو فعلا بتستفيد من اللي احنا بنقدمه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تروح لي سلسلة اصرار برنامي canva هتلاقي فيها كل ما هو متعلق بالادوات والابليكيشن الموجودة داخل canva وان شاء الله تستفيد منها وما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته